أنه أنت اكتشفت أنه هناك تلاعب في إحدى المحافظة في الديوانية أنه قد تم استبدال مواد السلة الغذائية وبيعها بالسوق والإتيان بمعنى أنه هذا النوع عالي هذا الملف أنت تابعت فعلاً لا تستبدل المواد وتباع بالأسواق المحلية مرقب الضعاف النفوس؟ أخي أكو كثير من الناس اللي ما يستهلك هذا التمن أو يقول لك أنا والله أنا لا أكل بس ما تمنى هذا النوع الأسمر أو الأبيض يروح يبيع على الوكيل أكو ناس راح يمختصين يروح يجمعون الوكلاء يغيرون التغليف ويروحون لزمناهم نازم ياد إحنا وجري من المنظمة يغلفون غير تغليف ويروح يصدرون دولة بخاز التجارة أو أو وكلاء؟ وكلاء دولة خارج التجارة يجوا يأخذوا شون الدوارة أنت كمواطن تروح للوكيل يقول لأني ما ردي حصة أعطيني عشر تالاف دينار أعطيني ألف دينار وأخذه هذا يجو دوارة يجو ناس مختصين يأخذون هذه المواد حقيقة لزمناهم ويعبوها ويستخدموها بغير اسم إحنا وجري من المنظمة اكتشفنا من الطحين حتى الطحين عشرات السيارات خلال هاي الفترة شاحنات اسرائيلات اليوم متلاحبين في كل مكان لكن اليوم الأجزة الأمنية والرقابة التجارية بالمرصاد من خلال حملات قوية جدا وستلاحظون إن شاء الله على رمضان من ضمن إجراءاتنا اليوم الرغش والتلاعب من موجود بس بالعراق في كل دول العالم لكن هل هناك إجراءات حقيقة تكون في رصينا ببكان أنه نمنع هذا الشيء نعم بإذن الله أنا أقول خلال هاي السنة رح تشوف الإجراءات شيئا فشيئا لأنه هذا كل عمل كل تخطيط وتهيئ واستخدام هذه التقنيات الألكترونية أنا أشوف الحل في مكافحة الفساد ودون تدخل البشري والوقوف على آليات رصينا تحمي ترتقي بأسلوب العمل ومو تجعل مزاج الرقيب اليوم راح ونسق ويا الوكيل ومشاه ماكوش حاجة ماكوش حاجة اليوم نريد نشتغل شغل رصينا واللي جواران يكمل بس منقوله ونقوله رحم الله والدي فلان نشتغل صحيح هسانها ما أقول لك رحم الله والدي شلون وضعك يا الولد الحرامية خليت إيدك على مفاصل أو مافيات الفساد في وزارة التجارة ترى ما أكو هذا الوصف في الإعلام شوية يخوف ما أكو مافيات بس الحرامية بكل مكان أعطيك مختصر اليوم ديوان رقابة قام يحاسب الوزراء سيد مكلاء برنامج حكومي تقييم الوزراء أعطيني ملفات أعطيني محاضر اللجانة التحقيقية إحصاء كامل وإنجازها وفترة إنجازها وإحالة إلى المحاكم والتضمين بفضل الله ما إنجزناه خلال هذا العام الماضي زيان إعادل عشر سنوات لأنه 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 معناها الحرام إنجاز حالة القضايا للتحقيق وإنجاز الملف اللي تضمين يضمن يدفع فلوس العالية واللي فلوس عالية يضمن وما حد يأخذها من عندها ما حد يسترد تواطئ ويا تسترد أو إحالة إلى المحاكم أو النزاهة ما أدعا المتز اللي أنجز في خلال هذا الملف يعادل عشر سنوات ماضي خوش طبعا